السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة السلام عليكم يا شيخنا بنتي ما عندهاش حظ في الدنيا ليه يا ولد لو كان الحظ يعني رزق ام العية عايشة بايه ما عندهاش حظ في الدنيا رغم انها هي طيبة واحني اينا خالص دايما وحيدة ما عندهاش اصحاب خالص نفسيتها تعبت قوي اعمل ايه اعمل معاها ايه يا شيخنا السؤال ده مهم جدا 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 فيه ناس كتيرة بيميلوا الى العزلة وبييميلوا الى الوحدة وقد يكون ده من قبيل الاكتئاب وقد لا يكون قد يكون نمط شخصية طبعا كده فيه كتير من الناس شايفين ان العلاقات مع الناس او العيش مع الناس كلفته علي عليهم هل ده بيكون متولد من اكتئاب احتمال كبير يكون ده فاحنا لازم نقوم نعرف يا مكتئبة ولا لا هي طيبة واحدينة بس احنا لازم نعرف هي مكتئبة ولا لا طب اذا كانت مكتئبة نعمل ايه لابد لو الاكتئاب ده شديد يبقى احنا محتاجين دعم نفسي محتاجين حد شوف طبيب طيب لا هي مش مكتئبة هي ده طبعها نعمل ايه هي محتاجة تتمرن على شوية معهرات حياتية يعني تعرف ازاي تتعبر عن مشاعرها تعرف ازاي تتكلم مع الناس تعرف ازاي طب هي مش عايزة ده لو مش عايزة ده وما بتشتكيش خلاص خير ونعمة نسيبهم يا رب ده رزقها لا ده مش عايزة ده وهي بتتوجع نفسها يبقى علاقتها مع الناس حلوة ونفسها ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل القلوب تحس بيها ويحنوا عليها ويططبوا عليها وكده اه يبقى هي تروح تتعلم مهارات حياتية بقى ليه لان التعلم المهارات الحياتية ده هو اللي موجود في حديث رسول الله سلم لما قالتها ماذا تهاد وتحبه وكأن المسألة محتاجة ان واحد يتمرن واحد يتضرب واحد اللي حاصل يعمل ده وإيه اللي حاصل ادفع بالتي هي احسن اهو فيه تمرين اهو انا هتمرن اهو افضل ادفع ادفع بالتي هي احسن فاذا اهو ده واضح ان فيها تمرين ده فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليون الحمد يبقى ايه اللي حصلت يبقى احنا محتاجين نتمرن على الحيات دي يبقى اهو قدامنا حكتين عشان بس دي ما واضحين هي مبسوطة كده ولا مش مبسوطة كده لو هي مبسوطة كده وبتمارس حياتها كده ومش زعلانة ومش موجوعة وحتى لو انها بس 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 يا ستي وحتى لو انها مش عايزة تتجوز يعني لو هي مبسوطة ومش عايزة تتجوز مفيش مشكلة ايه ته يعني ينفع الست ينفع البنت ما تتجوز اه مش عايزة تتجوز ملاش لغبة في الجواز نفسها ما بتطلقش الى الجواز هي لو تتجوزت ده هيبقى احسن بس ايه مش عايزة تجوز عايزة تفتفرغ للعلم عايزة تعيش حياتها كده بس تكون صادقة في ده بس تكون ايه صادقة في ده لان لو هي مش صادقة في ده هتبقى مشكلة يبقى احنا محتاجين ان هي تكون صادقة في ده فاذا هي كانت صادقة في ده خلاص ده مش مقابيل اكتئاب ولا مقابيل اي عاجة لكن ايه مش محتاجة ده حياتها كده مبسوطة هي عيشتها كده يبقى ايه زن مش لازم كل واحد فينا يبقى عنده جيش من الاصدقاء خالص ولا لازم حد مننا يبقى عنده حد صادق صدوق مش لازم لو ما فيش خلاص بس ده اذا كان الانسان ده ما عندهوش ما بيعانيش اذا كان بيعاني والاجراء اللي عامله ده ما يخلى حياته مش مستقرة ومش سعيدة يبقى هو محتاج دعم نفسي بكل وضوح يبقى احنا لازم نفهم ده ونفهمه بشكل صحيح ونتعامل مع المسألة دي زي ما انا قلت كده لحضرتك اشتركوا في القناة